السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وباسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة نارية كان معتاد وتفاصيل كتيرة ودايما بنجيب لكم الحمد لله الحقيق من مصادرها بعد ما نتأكد ايه اللي حصل بالزبط وايه اللي جرى وطبعا انتم عارفين اللي احنا مش فتأكدين بنطلع لكم ان الموضوع ده يا جماعة حصل بس مش فتأكدين منه ولكن هذه الحلقة هي من احدى الحلقات اللي انتم الحمد لله يعني لات اعجابكم وطلبتوها مني ان هي حلقة اعرف الصح. دايما بقول لك الاخبار المنتشر وبطلع اقول لك ايه فيهم صح بتفاصيله وايه فيهم غلط وننفي يعني. فالحلقة دي ان شاء الله بنا ندقى استاذناك ونخش في التفاصيل لو انت بتشوفني على الفيسبوك او اليوتيوب مساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان. بتشوفنا على اليوتيوب مساش تعمل اشتراك في قناة وتفعل الجرس شوفنا على الفيسبوك ونساش تعمل لايك او للصفحة. قال لك عقاب امام عشور بسبب آآ فرح. وايضا مهزلت فيديو احمد فتوح في الدسكو. وصورة مرتضى منصور مريض على السرير. وياسر ابراهيم يتنازل. طيب تعالوا نبدأها حاجة حاجة كده. ونبدأ بموضوع ياسر ابراهيم اللي كنا بدأنا مبارح. ياسر ابراهيم كان مبارح كلنا شوفنا له فيديو ان هو بيتخانق مع حد يعني وضربوا وقعد يشتموا بعضهما الاتنين وقصة كده. وحصل روايات كتيرة جدا آآ وكانت يمكن ابرز رواية منهم آآ ان آآ في حد يعني آآ صحفي طلع اتكلم في الموضوع ده وقال كمان او اعتقد هو كمان مصدر احد المصدر المقربة من ياسر ابراهيم وكلامه برضو كان ماشي في نفس النصق بتاع آآ كلام الراجل اللي كان شغال في المطعم آآ في ناس قالت لك ان هو كان في مترو ماركت وناس قالت لك ان هو كان في بافل وبرجر وفي مش اعلانات اكيد يعني وناس قالت لك كذا 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 ولكن نفس الرواية لكن اقرب رواية فيهم واللي معظم الناس يعني آآ قالوا ان هي صحيحة وبالذات كمان بعد من يوم السابع النهاردة نشر وقال ان ياسر ابراهيم تنازل عن المحضر اللي كان عامله ضد الناس اللي آآ كانوا آآ حصل منهم مضايقات مبارح آآ وقالوا ان هو آآ كان منهم واحد زمالكاوي بغض النظر هو بقى زمالكاوي اهلاوي اتقال ان الرواية الاقرب يعني ان ياسر ابراهيم كان ماشي آآ اقايا كان في بافل وبرجر او في مترو ماركت كان حد آآ واقف بيصوره آآ مستني ان هو يحصل مشكلة وبيصوره والتاني عمال يديقه ويستفزه سواء هو كان اهلاوة او زمالكاوي بقى يعني الغدوة والله ما وصلت الحقيقة هو اهلاوة لزمالكاوي آآ واحد بيستفزه بس غالبا كده اكيد هيبقى زمالكاوي لان اهلاوة هيقعد يستفزه ويصوره ليه يعني الموضوع يبقى غريب شوية آآ فقال لك عاد يصوره ويستفزه ويقول له ويرخم عليه وكان معاه زوجته واولاده تقريبا آآ ما عرفش هو عنده اولاد ولا ولكن الرواية الحقيقة انه كان معاه زوجته يعني فالمهم يا سيدي بيقول لك طبعا كان معاه زوجته في بدء الرجل يتنرفس وتعصب والتاني بدء يسيق ليه والتاني يزميل بيصوره فطبيعي ايه انسان يخرج عن شعوره فلو الموضوع فعلا كده انا معاس الابراهيم خالبا وقالبا لان انا طلعت في فيديو مبارح في الناس زعلت مني وانا بقول لهم انا مكنش عارف الموضوع بالزبط يا جماعة فمعرفش الناس زعلت لي وانا بقول لهم يا جماعة الروايات ازاي بقول لهم لو رواية ان حد قاله آآ انتو طلعتوا بموسم صفري واحنا طلعنا بموسم آآ خدنا الدوري والكاس وهو زمالكاوي مش قصة مش قصة بروح اضرابه عشان قال لي حاجة زي كده يعني انت حتى لو معاك زوجتك واطفالك ودخل العربية واحد بقول لك يا كابتن ياسر هو تقال ان هو قال له كده يا كابتن ياسر انتو طلعتوا احنا انتو طلعتوا بموسم صفري واحنا باشا خدنا الدوري والكاس كأنه بيهزر عادي ماشي يا عم مبروك وبتاعه والموضوع خلص ما اهناكش لكن لو الموضوع فعلا حصل زي ما تقالي مبارح ان هو واحد اتنين بيرخمه عليه وواحد ماسك موبايل عمال يصوره والتاني عمال يستفز فيه وده معاها زوجته واولاده لا ده انت طبيعي اللي ياسر ابراني ده عمله وكسر له وشه مفهاش مش هتستنى تهرج معا ولا تقوله اللي بتعمله ده معلم كسر له وشه ده واحد ده بيرخم عليك ومعاك مراتك وعيالك هنهرج ده ده استعباط يعني فما فيهاش يظهر الحاجات دي بيبان بقى العرق بتاعك بقى اللي هو عرق الرجولة بيبان انت مجنون يا ابني ولا ايه انت انت مشهور مشهور مين يا عم فكك مانا بني ادم في الاخر فلو فعلا الرواية حصلت كده زي ما تقال انا معاسر ابراهيم يا قلبا وقالبا محدش يتعرض لاي حد في الشارع اصلا وبالذات كمان بقى لو معاه زوجته واطفاله اسكت حط لسانك في بقك وبصه قدامك وما تبصش عليه حتى فكك ولكن ياسر ابراهيم بعد كل ده عمل حركة بصراحة يعني احييه عليها جدا ان هو راح تنازل عن المحضر اللي عمله وما حبش ان هو يسجن حد بعد ما الناس كمان اعتذروا له اه والموضوع عد على خير وياسر ازهر معدنه يعني الرجولي ومعدنه كمان الاصيل في اه العفو عنده المخدرة يعني. اه الحاجة التانية موضوع اه فيه صورة انتشرت لي مرتنة منصور اسنان الزمالك وهو مريض على السرير اه والناس كتير قوي بتقول انه هو مريض اه وموجود على السرير وهيقضي شهر الحبس بتاعه في السرير لانه هو مريض ومش عارف فيه بتاعي ازا قولوكوا جماعة الصورة دي قديمة جدا انا فاكر انا اشفتها من كتير ومش جديدة خالص مش حديثة اه وما لهاش علاقة بالكلام ده كله فلو فهو اللي انا عرفه مرتنة مصور مش مريض مرتنة منصور بيطلع في لقاءاته بيتكلم اه حتى بالتليفون مع خالد الغندور وقناة الزمالك فما اعتقدش ان الراجل مريض انا ما عرفش لو مريض ربنا ياشفي وربنا ياشفي المرضى جميعا ولكن اللي انا فاكروا اللي انا فاكروا ما بقولش ان انا متأكد ان الصورة دي قديمة مش جديدة والن الصورة دي مش 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 في الوقت بتاعنا ده خالص يعني فالصورة دي يا جماعة مش في الوقت ده والناس بس حبوا انشروها اعتقد ناس بتهرج ما عرفش بقى دول مين بس لا انا فاكروا ان الصورة دي مش حقيقية انا لو متأكد والله ان السوق مش قصد مش حقيقية قديمة انا لو متأكد ان الصورة دي قديمة مية في المية والله كنت اطلعت وقلت قديمة مية في المية. بس اللي اقول لانا فاكره والله اللي انا فاكره فعلا انا شفتها قبل كده زمان. وبعدين شكله بتغير في الصورة عن دلوقتي. شكله كان اصغر سنا شوي. فلا الصورة دي يا جماعة في في قديمة قوي يعني. الحاجة التانية موضوع امام عشور زهر في فرح مع رضا البحراوي زي موقعة لعبت الاهلي وآآ عبدالبسط حمودة برضو الفرح ده ناس قالت الفرح ده قديم قوي والناس قالت الفرح ده جديد والناس عارف ايه وفي ناس اتكلمت قالت انها يتم عقابه بسبب آآ زهابه للفرح في ظل آآ يعني احتياج نادي الزمالك ليه وفي ظل ان هو مفروض ما يطلعش بحاجة زي كده وناس تانية قالت لا او قاة وقصة كده آآ ولكن آآ الصورة او يعني الناس المصادر المقربة من امام عشور قالوا ان الفرح ده يا جماعة قديم وامام عشور كان قديم وراح كان لبس الكمامة وانتسم برقاطة الاحترازية ورقص رقصتين ومشي وكان اتفق آآ او كان واخد اذن كمان من آآ امير مرطانة منصور فالموضوع هيعدي وما فيش عاب قابل امام عشور يا جماعة آآ فانا بقول لك اعرف الصح بقول لك الخبر صح والحاجة الاخيرة يا جماعة برضو اللي عايز اتكلم فيها موضوع يعني آآ اللي هو آآ 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 احمد فتوح انتشر رحمة فتوح فيديو وهو بيرقص في يعني احد الديسكوهات والراجل كان عمال يرقصه معا حد وكزا فيديو كمان اعتقد فيديو او فيديوهين وعمال يرقص وفي ناس قاله مش عارف ماسك في ايده ازازة ايه وماس قاله ماسك ايه وناس قاله ماسك ايه وناس قاله فيديو ده جديد المهم فيه يعني آآ احد اصدقاء آآ احمد فتوح آآ في حد صديقه من زمان جدا آآ طلع وتكلم معه في تريفون والراجل بيقسم بايمانات الله آآ واحنا عارفين ده صاحبه من زمان كراجل زمانكي اسمه علي جابرة وصاحب احمد فتوح من قبل ما يطلع اصلا من قطاع النشئين يعني مش علي جابرة بتاع آآ بيرامدز لا ده واحد آآ اسمه علي جابرة مشجع زمانكيه وصاحبه احمد فتوح من زمان طلع وقال يا جماعة يعني اقسم بايمانات الله وخلاص واحد اقسم فاسدقه وانا حتى لو واحد قاله على فكرة اقسم باسدقه هو حسابه عند ربنا بقى لو هو بيحور او بيجد قال يا جماعة ان اكلمت احمد فتوح واحمد فتوح آآ قال لي ان الفيديو ده قديم جدا من ايام ما كان في سموحه وهو كان في الساحل وكان بيحضر تقريبا تقريبا او انا فكر فرح حد من معزوم عليه او هو حتى كان في حفلة مش عارف ولا ايه واللي في ايده دي كانت كبات عصير آآ مش حاجة يعني آآ كحوليات او كده في يعني آآ خلينا نتكلم آآ يعني خلينا ما 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 نظنش ظن سيء وما نشاركش في موضوع الفضائح والحاجات دي كلها ولكن ان الفيديو ده يعني انا وجهة نظري ليه بقول عليه مهزلة لان يعني حتى لو آآ الفيديو ده حقيقي آآ لو مش فرح لو فرح خلاص معزوم على فرح وحد بتوجب معه بترقصه بتاعه خلاص لكن لو مش فرح وفعلا دخل ديسكو كان قاعد يعني لعب كورة ودخل ديسكو سهران بالليل وقاعد وسط اكيد الديسكو ده بيكون فيه خمور وحاجات كده فطبعا ده مش حاجة لايقة تماما ولا حاجة يعني معتادة عايز اقولك ان مش ده العادي يعني الناس ما تشوفش ان واحد فى ديسكو تقول ده عادي يعني يعني هو طبعا حر ملناش دعوة ولكن بالنسبة لنا احنا مش ده العادي كطبيعة مصريين وعاداتنا وتقاليدنا مش ده الطبيعي مش الطبيعي ان الانسان بيصر بليل فى ديسكو مش الطبيعي طبعا سهر براحته يعني دي حاجة بتاعته. حاجة هو مطلق الحرية فيها ملناش دعوه. ولكن مش ده العادي. وكمان انت لعيب كورة ومفروض بالتنم بدري ومتقعدش في مكان في كل حكوحليات والقصة دي كلها فاكيد ده غير لائق تماما يعني حتى فيديو ده قديم آآ لحمة فتوح. خلفة اخبارنا في الحلقة دي كان مع اخوك عمر وعطف قناة صاحب الكرة وشوفك ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.